اكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني لثقافة والفنون والاداب محمد الجبري ان المتحف العلمي التربوي في بيت العثمان سيشكل اضافة جديدة ذات قيمة كبيرة للمشهد الثقافي والتعليمي في الكويت واثنى الجبري في تصريح على هامش افتتاحه المرحلة الثالثة لمتحف بيت العثمان المتحف العلمي التربوي على هذا الانجاز الجديد الذي جاء كثمرتين للتعاون بين مركز العمل التطوعي متحف بيت العثمان ووزارة التربية مؤكدا على انه يعد انطلاقة جديدة للمتحف العلمي التربوي من موقعه الجديد لواصل رسالته التربوية والثقافية التي بدأت عام 1972 واضف ان المتحف يحكي تاريخ الكويت عبر الاجيال بما يضم بين جنباته من موروثات مادية متمثلة بالمعروضات والمقتنيات التاريخية التي تعطي صورة شاملة ومعبرة عما يحمل تاريخ الكويت من مضامين ثقافية وحضارية تعبر عن اصالة الشعب الكويتي وعشقه لارضه الطيبة الطاهرة وذكر الجبري ان هذا العمل جاء نتيجة جهود مثمرة بقيادة رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخ امثال الاحمد التي لم تأل جهدا في سبيل اخراج هذا المعلم الحضري الى النور والدور البارز لرئيس فريق الموروث الشعبي انوار رفاعي مشيدا بمسؤولي وزارة التربية ومنتسبي مركز العمل التطوعي على جهودهم المقدرة كما كرم الجبري الجهات المشاركة في المتحف ومن ابرزهم نوير عبدالله العثمان لما لدور اسرة العثمان في تمويل هذا المشروع منذ نشأته وعميد الصحافة الكويتية ورئيس تحرير جريدة السياسة احمد الجار الله لدوره البارز في تغطية احداث المتحف والوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة في وزارة التربية فيسل المقيسيد لدوره الكبير في تسهيل انشاء المتحف العلمي التربوي من جهته قال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة فيسل المقيسيد ان هناك تعاونا وثيقا بين التربية والمشرفين القائمين على متحف بيت العثمان مشيرا الى زيارات مبرمجة لجميع طلاب المراحل الدراسية الى المتحف واكد ان اعمال المتحف قد تطورت اخيرا من خلال التعاون المشترك بنقل محتويات المتحف العلمي التربوي الكائن بمنطقة المرقاب الذي لم يعد مؤهلا استقطاب الزوار مضيفا ان الوزارة قد قررت نقل جميع المقتنيات العلمية من خلال التوسعة الجديدة لمتحف بيت العثمان بدوره استعرض رئيس فريق الموروث الشعبي في مركز عبداللطيف العثمان التراثي انوار رفاعي نشأة المتحف العلمي التربوي قائلا في عام 1963 عندما نفق حوت في منطقة قاضمة بطول 24 مترا وتم تحنيطه ولكن لم يكن هناك مكان او متحف لعرض الحوت فكانت فكرة انشاء المتحف العلمي التربوي من ذلك الوقت ولفت الرفاعي الى ان المتحف واصل في التطور والنمو حتى اصبح احدى المؤسسات العلمية التي لها تأثير تربوي وثقافي ولكن مع مرور الزمن تهالك المبنى الذي اصبح غير مؤهل لانتهاء عمره الافتراضي واوضح انه بالتعاون مع وزارة التربية تم الاتفاق على نقل مقتنيات المتحف العلمي التربوي الى متحف بيت العثمان